ثانياً الخطاب الشرعي والحقول المدنية سبقت الإشارة إلى أن جزءاً من الاحتجاجات الشائعة تجاه الخطاب الشرعي تدور حول موقف الخطاب الشرعي من الحقول المدنية المعاصرة وقد سمعت وقرأت الكثير الكثير من العبارات التي تدور حول هذا المعنى فبعضهم يقول مشكلة الخطاب الشرعي هي الغياب المدني وبعضهم يقول الخطاب الشرعي يعاني من جهل خطير بالأسئلة الحديثة والإشكاليات المعاصرة وبعضهم يقول الخطاب الشرعي ليس له أي مساهمة في فهم ومعالجة المتغيرات الاقتصادية والقانونية والسياسية والتكنولوجية المعاصرة وبعضهم يصل بالموضوع إلى نهايات فكرية فيقول أزمة انفصال العلوم الشرعية عن الأسئلة والإشكاليات المعاصرة هو في حقيقته نوع من العلمانية المقنعة والتي هي أشد مما يتهمون به الناس وبعضهم يزيد اللغة حدة فيقول أفيقوا أيها الشرعيون العالم اليوم لم يعد قضايا الحيض والسواك بل وقد قرأت لأحدهم يوما يقول هؤلاء الباحثون الشرعيون أكثرهم دكاترة في أحكام الاستجمار وعبارات كثيرة جدا تؤكد هذا المضمون وتعلن التذمر من غياب البحث الشرعي المعاصر عن دراسة المستجدات والإشكاليات المدنية المعاصرة حسنا نحن ها هنا بحاجة إلى التحليل العلمي الموضوعي لهذه الإشكالية بمعنى أننا معنيون بفحص واقع الباحثين الشرعيين المعاصرين وهل هم غائبون فعلا عن الأسئلة المعاصرة والمستجدات المدنية في الاقتصاد والقانون والإدارة والاجتماع والعلاقات الدولية والقضايا الطبية والتكنولوجية والأفكار الحديثة ونحوها أم أن هذه صورة غير دقيقة عن الباحثين الشرعيين المعاصرين نماذج من الرموز الكبرى لن نستطيع استعراض كل نتاج رموز الخطاب الشرعي فيما يتعلق بالمستجدات المعاصرة ولكننا سنأخذ عيناتين لعالمين كبيرين ينتميان للجيل السابق ثم عينات أخرى تنتمي لجيل العلماء الشباب وطلاب العلوم الشرعية والباحثين الشرعيين فأما جيل العلماء الكبار فنلاحظ أنهم يأخذون مسارين في إنتاج الخطاب الشرعي أولهما مسار التدريس والتربية وثانهما مسار التأليف والبحث فأما أصحاب التدريس والتربية فمعالجتهم للمسائل المعاصرة مبثوثة في ثنايا دروسهم ولذلك أفضلها هنا أن نأخذ نموذجين من فريق التأليف والبحث وليكن هذان النموذجان هما فضيلة الشيخ العلامة المتفن بكر بن عبدالله بوزيد وفضيلة الشيخ عبدالله بن منيع وسنرى أن جزءا من أبحاثهما ودراساتهما كان معنيا بإشكاليات الواقع والقضايا المعاصرة والحديثة فمن بحوث فضيلة الشيخ بكر بن عبدالله بوزيد بحث بعنوان أجهزة الإنعاش وعلامة الوفاة وبحث بعنوان طفل الأنابيب وبحث بعنوان التشريح وزراعة الأعضاء وبحث بعنوان طرق الإنجاب في الطب الحديث وبحث بعنوان خطاب الضمان البنكي وبحث بعنوان بطاقة الاعتمان المصرفية وبحث بعنوان بطاقة التخفيض التسويقية وبحث بعنوان التأمين وبحث بعنوان التقنين والإلزام وبحث بعنوان البوصلة وبحث بعنوان الرقابة على التراث وبحث بعنوان أدب الهاتف وبحث بعنوان التحول المذهبي وبحث بعنوان الرد على المخالف وبحث بعنوان خصائص جزيرة العرب وبحث بعنوان نظرية الخلط بين الإسلام وبقية الأديان وبحث بعنوان المدارس العالمية الأجنبية الاستعمارية وبحث بعنوان عيد اليوبيل وبحث بعنوان حكم الانتماء إلى الفراق والأحزاب والجماعات الإسلامية وغيرها كثير وتلاحظ في النماذج السابقة اهتمام الشيخ الدكتور بكر أبو زيد ببحوث الفقه الطبي والفقه الاقتصادي والقضايا الفكرية المعاصرة له وأما فضيلة الشيخ عبدالله بن منيع فمن بحوثه بحث بعنوان الورق النقدي حقيقته تاريخه قيمته حكمه وبحث بعنوان قبض الشيك هل هو قبض لمحتواه وبحث بعنوان ربط الحقوق والالتزامات المؤجلة بمستوى الأسعار وبحث بعنوان حكم تداول أسهم الشركات المساهمة وبحث بعنوان حكم الإلزام بالوعد في العقود وبحث عن العقوبة المالية للمماطل في السداد وبحث عن خصائص الذهب وبحث بعنوان سندات الاستثمار وسندات المقارضة وبحث عن العربون في عقود البيع والتجارة وأما التأمين فقد نشر الشيخ عدة أوراق وأبحاث حوله وغيرها من الفتاوى والتعقيبات المتناثرة حول مسائل وتفاصيل الصيغ الاستثمارية والتمويلية المعاصرة ومن الملاحظ أن الشيخ ابن منيع برغم عنايته الشديدة بفقه المستجدات المالية المعاصرة إلا أنه أيضا مشارك في الإنتاج العقدي انظر كتابه حوار مع المالك في رد منكراته وضلالاته رده على من أفتى بجواز أعياد الميلاد حسناً هذان نموذجان لعالمين كبيرين لهما وزنهما المرجعي في الخطاب الشرعي المعاصر ولا يمكن الجدال في كونهما ممثلين نموذجيين لهذا الخطاب الشرعي ويتضح من عرض جزء من أبحاثهما عنايتهما بالإشكاليات المعاصرة لهم حسناً لننتقل الآن لاستعراض الدراسات والأبحاث التخصصية لعدد من العلماء الشباب والباحثين الشرعيين وطلاب العلوم الشرعية بشكل عام في قضايا ومسائل العلوم المدنية المعاصرة مع الاعتذار المسبق بأنني في سائل النماذج القادمة حذفت من أسماء الباحثين الشرعيين كلمة الشيخ وكلمة الدكتور مراعاة للاختصار ملاحظة متعلقة بالنسخة الصوتية في النسخة الصوتية حذفنا أسماء المؤلفين واكتفينا بأسماء الأبحاث الخطاب الشرعي والظواهر المالية العامة من أكثر وأشهر الإطلاقات التي يثيرها مناوئ الخطاب الشرعي ما يتعلق بتعقيدات الظاهرة المالية والاستثمارية والاقتصادية الحديثة وكثرة مستجداتها وأن العقل الشرعي المعاصر لا زال يفكر في البيوع التقليدية بل إنني في حوارات فكرية كثيرة جدا سمعت الإشارة على سبيل السخرية بالقول الاقتصاد الحديث بحر لا ساحل له وأنتم إلى الآن تفكرون بتلقي الركبان وبيع الحصى وأكد مجددا أننا لن نتعرضها هنا إلى المخطر العقدية للسخرية بألفاظ حديثين نبويين شريفين وسنتجاوز ذلك إلى اختبار مدى علمية هذا النقد وهل البحث الشرعي المعاصر لا يعرف الظواهر المالية الحديثة؟ طالع معي هذه النماذج المنتقات من الأبحاث والدراسات التي طرحها الباحثون الشرعيون في هذا المجال الخدمات الاستثمارية في المصارف الحوافز التسويقية التضخم النقدي الإغراق السلعي دراسة فقهية مقارنة التسويق الشبكي تكييفه وأحكامه الفقهية الصراف الآلي وحجية الأوراق الصادرة منه بحث فقهي مقارن خدمات ما بعد البيع دراسة فقهية مدة الصلاحية في الأطعمة وأثارها في البيوع حماية المعلومات التجارية السرية دراسة فقهية مقارنة اندماج الشركات المنافسة غير المشروعة بحث فقهي مقارن قروض البنك الزراعي دراسة فقهية مقارنة قروض بنك التسليف السعودي بحث فقهي مقارن الأحكام الفقهية لخدمات المكاتب العقارية وهذه الدراسات الطريفة التي تناولت أسئلة ذكية وتنم عن وعي واضح بظواهر المالية المعاصرة إنما هي مجرد نماذج فقط أما الدراسات والأبحاث والأوراق والمناقشات الفقهية التي أنجزها طلاب العلوم الشرعية في قضايا بيع التقصيد والتورق المصرفي والأسهم والتأمين والبطاقات الإتمانية ونحوها من المسائل الشائعة فهي كثيرة جدا ومتناثرة وبعضها محفوظ في أعمال المؤتمرات الفقهية وبعضها مبثوث على شبكة الإنترنت وبعضها مبحوث ضمنا في ثنايا كتب مطولة بحيث يشوق حصرها أصلا بل إنني لحظت شخصيا أن الفتاوى والمناقشات والجدل الفقهي الذي كتب عن أسهم الشركات من حيث جواز المساهمة أو زكاة الأسهم أو الاكتتابات ونحوها يفوق كل ما كتبه الفقهاء المعاصرون من دراسات وبحوث عن اللحية أو الإسبال أو السواكي أو الحيضي والنفاسي ونحوها لنواصل نماذج أخرى في محاور أخرى البحث الشرعي والعقود الحديثة من العبارات التي يرددها المحتجون ضد الخطاب الشرعي المعاصر قولهم عالم المدينة المعاصر أفرز العديد من أنماط وصيغ العقود الحديثة بينما الباحثون الشرعيون المعاصرون لا زالوا يعيدون اجترار بنت لبون وبنت مخاض إلى آخره طبعا بعيدا عن بشاعة الاستهتار بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في مقادير الزكاة لكن دعونا نتجاوز ذلك وننظر مدى الواقعية العلمية لهذه الاحتجاجات هل البحث الشرعي المعاصر لا يعرف فعلا العقود المعاصرة؟ سأستعرضها هنا نماذج مختارة لبعض دراسات العقود الحديثة التي أجراها باحثون الشرعيون والتي تكشف حدود اهتماماتهم والمناطق المدنية التي تماسوا معها فمن نماذج تلك الدراسات التي أجراها المشايخ وطلب العلوم الشرعية والباحثون الشرعيون المعاصرون في العقود الحديثة ما يلي عقد نقل التكنولوجيا دراسة فقهية مقارنة عقد الحراسة الأمنية الخاصة في الشريعة والنظام السعودي عقد إيجار الخزائن الحديدية دراسة فقهية مقارنة عقد استضافة المواقع على شبكة الإنترنت دراسة فقهية مقارنة أحكام إبرام العقود التجارية عبر الإنترنت عقد الامتياز دراسة فقهية مقارنة عقد العمل البحري دراسة فقهية مقارنة عقد الصيانة الإداري في الفقه الإسلامي العقد الفندقي دراسة فقهية مقارنة عقد مقاولات البناء والمنشآت الثابتة في ضوء الشريعة الإسلامية عقد الإذعان بحث فقهي مقارنة عقد التأجير التمويلي دراسة فقهية مقارنة عقد التوريد الإداري فقها ونظاما عقد البوت البناء والتشغيل دراسة فقهية مقارنة أحكام عقد المقاولة من الباطن عقد السمسرة دراسة فقهية مقارنة أحكام عقد تأجير عقارات البلدية عقد العمل تحت الاختبار والتجربة دراسة فقهية مقارنة عقد إيجار السفينة دراسة فقهية مقارنة عقد العلاج الطبي في الفقه والنظم المعاصرة عقد النقل الجوي بحث فقهي مقارن والمراد أن هذه كلها مجرد نماذج لدراسات في صيغ العقود الحديثة ومسائلها طرحها وتساءل في مداها باحثون شرعيون مما يعني أن المؤسسة البحثية الشرعية ليست غائبة عن العقود الحديثة وقد كان لدي في مسودة هذه الورقة أضعاف هذه النماذج لكنني حذفتها لأنني شعرت أن طول سردها قد يكون بعثا لسآمة القارئ وعلى أي حال إذا راغب القارئ الكريم المزيد من دراسات الباحثين الشرعيين وطلاب العلوم الشرعية في قضايا العقود الحديثة فما عليه إلا أن يزور مكتبة الملك فهد الوطنية ومكتبة الملك فيصل ومكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود ومكتبة المعهد العالي للقضاء ونحوها من المكتبات المتخصصة وسيجد أكداسا غزيرة من الدراسات الشرعية الممتعة في العقود الحديثة هذا فيما يختص بهذا النموذج أعني دراسات العقود الحديثة لننتقل الآن إلى مظاهر أخرى يتم طرح الاحتجاج حولها البحث الشرعي والمسؤوليات الحديثة من العبارات التي يكثر تردادها بين المحتجين ضد الخطاب الشرعي قولهم إن الأنماط المهنية والوظيفية الحديثة في حياتنا المعاصرة ولدت أشكالا جديدة من المسؤوليات المدنية والمهنية والإدارية والجنائية وكل هذه المسؤوليات لا يعلم البحث الشرعي المعاصر عنها شيئا لأنه لازال يفكر في مسؤولية الفلاح وصاحب الحانوت في القرن الخامس وربط الفقه الإسلامي بمشكلات الفلاح وحوانيات بغداد على سبيل التهكم سمعتها وقرأتها مرات عديدة وحصل هذا النقد هو الإشارة إلى تطور فكرة المسؤولية المدنية والمهنية والإدارية والجنائية وأن البحث الشرعي المعاصر لا يعرف عنها شيئا فما مدى الواقعية العلمية لهذا النقد هل الباحثون الشرعيون المعاصرون لا يعرفون فعلا صيغا وأنماط المسؤولية المدنية والجنائية للمهن والأعمال الحديثة؟ حسنا بهدف فحص علمية هذا النقد سأضطر مجددا لعرض نماذج من دراسات أشكال المسؤولية المعاصرة وصورها التي طرحها الطلاب العلوم الشرعية والباحثون الشرعيون المعاصرون فمن ذلك مسؤولية الطبيب المهنية بين الشريعة والأنظمة المعاصرة مسؤولية الصيدلي بحث فقهي مقارن مسؤولية البنك عن الأخطاء الإلكترونية بحث فقهي مقارن مسؤولية المحاسب القانوني دراسة فقهية مقارنة مسؤولية القاضي دراسة مقارنة بين الفقه والأنظمة المسؤولية التقصيرية لمصمم برامج الحاسوب دراسة فقهية مقارنة مسؤولية وكالات السفر والسياحة في الفقه الإسلامي المسؤولية الجنائية لصانع الدواء بحث فقهي مقارن مسؤولية الناقل البري بحث فقهي مقارن مسؤولية المؤسسات الطبية الخاصة عن أخطاء الطبيب ومساعده دراسة فقهية مقارنة المسؤولية الجنائية لمهندس البناء بين الشريعة والنظام مسؤولية الإدارة عن أخطاء موظفها بحث فقهي مقارن مسؤولية مشيد البناء الجنائية بين الفقه والأنظمة المسؤولية التأديبية للموظف في النظام السعودي في ضوء الفقه الإسلامي مسؤولية المدير الإداري بين الفقه والأنظمة مسئولية الإدارة عن الأنظمة والقرارات المؤثرة على العقد الإداري دراسة فقهية مقارنة مسئولية الشركاء في الشركة المساهمة في النظام السعودي والفقه الإسلامي دفع المسئولية المدنية في حوادث المرور دراسة فقهية مقارنة مسئولية الإدارة على أساس المخاطر دراسة مقارنة بين القضاء الإداري والفقه الإسلامي والقائمة تطول وتطول من الدراسات والأبحاث التي فكر فيها طلاب العلوم الشرعية وتدور حول المسئوليات المدنية والمهنية والإدارية والجنائية التي تثيرها الحياة المعاصرة مما يعني أن القول بأن البحث الشرعي المعاصر أو أن المؤسسة البحثية الشرعية المعاصرة لا يعرفان هذه المسئوليات كلام غير علمي ولا موضوعي الخطاب الشرعي والفكر القانوني ومن الاحتجاجات الشائعة أن البعض يقول الباحثون الشرعيون جاهلون بأسئلة وإشكاليات الفكر القانوني المعاصر وهذه أيضا شائعة غير علمية كليا فإن الباحثين الشرعيين طرحوا دراسات كثيرة جدا في القضايا القانونية المعاصرة ومن ذلك مثلا سن الأنظمة أسسه وضوابطه أصول تفسير النظام دراسة فقهية مقارنة عيوب صياغة القاعدة النظامية بحث فقهي مقارن قاعدة لا عذر بالجهل بالنظام بعد إعلانه دراسة فقهية التقنين الملزم وآثار الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي اكتساب الجنسية دراسة فقهية مقارنة فقد الجنسية وآثار بحث فقهي مقارن تملك الثروات الطبيعية البرية بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي المؤسسات العامة دراسة فقهية مقارنة ضوابط سير المرافق العامة بحث فقهي مقارن ترقية الموظف العام بين الفقه والنظام ويزعجني أن أكرر أنني حذفت أيضا نماذج أخرى كثيرة كانت في مسودة هذه الورقة تحاشيا لملل القارئ والاعتقاد أن هذه العينات البحثية تبقى شواهد دالة على مسارات البحث الشرعي ومناطق التفكير التي اتطرقها في الأسئلة القانونية الحديثة والنواصل الفحص في محاور أخرى يشيع فيها الاحتجاج حولها الخطاب الشرعي والجريمة المعاصرة من الأمور التي يكثر إثارتها أيضا بين نقاد الخطاب الشرعي قولهم إن الحياة الحديثة خلقت أشكالا جديدة من الجرائم بينما الباحثون الشرعيون لا زالوا يفكرون في مسائل الديات وتغريب الزاني وهذه أيضا صورة غير علمية وليست موضوعية فإن الباحثين الشرعيين طرحوا الكثير من الدراسات الفقهية في مجال الجريمة المعاصرة ومن ذلك مثلا جريمة خطف الطائرات دراسة فقهية مقارنة جريمة إخلال الموظف بواجباته استجابة للواسطة دراسة فقهية مقارنة جريمة غسل الأموال دراسة فقهية مقارنة الجرائم الضارة بالبيئة بحث فقهي مقارن جريمة انتحال صفة رجل السلطة العامة في الفقه والنظام جريمة البلاغ الكاذب بين الشريعة والأنظمة جريمة الهارب من السجن فقها ونظاما جرائم الشيكات بحث فقهي مقارن الجريمة الصحفية بحث شرعي مقارن جريمة التلاعب والتضليل في السوق المالية دراسة فقهية مقارنة جرائم المعلومات الداخلية في السوق المالية بحث فقهي مقارن جريمة تزوير بطاقة الاعتمان دراسة شرعية مقارنة جريمة خيانة الأمانة في الشبكة العالمية دراسة فقهية مقارنة الجريمة المستحيلة بحث فقهي مقارن جريمة السب والقذف على شبكة الإنترنت دراسة فقهية مقارنة تعدد الجريمة والمجرمين بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية جريمة العرض المرفوض للرشوة دراسة فقهية مقارنة إثبات الجرائم بالتصوير والتسجيل الصوتي دراسة فقهية وتطبيقية إثبات الجرائم بالبصمة الوراثية دراسة فقهية وتطبيقية وهذه أيضا مجرد نماذج منتقاه من الدراسات والمحاولات الفقهية لمعالجة مستجدات ظواهر الجريمة في عالم اليوم والنواصل فحص محاور أخرى الخطاب الشرعي والفقه الطبي ومن صور النقد التي يثيرها المحتجون ضد الخطاب الشرعي قولهم الطب الحديث تطور وتعقدت إشكالياته والباحثون الشرعيون لا زالوا يفكرون في الطب النبوي لابن القيم والحبة السوداء وأبوال الإبل وأساطير حار في الأولى يابس في الثانية إلى آخره وعلى أي حال هذا التهكم يخلط مفاهيم نص عليها الوحي بتجارب تراثية من قبيل الخبرة البشرية غير الملزمة ثم يسقطها على واقع الخطاب الشرعي المعاصر كل ذلك غير علمي ويفتقد للموضوعية ذلك أن معالجات الباحثين الشرعيين للمسائل الطبية كثيرة ومتنوعة ومنها أحكام الجراحة الطبية تحديد جنس الجنين بحث شرعي زراعة الأعضاء الهندسة الوراثية الاستنساخ الحيوي وأراء الفقهاء فيه الترقيع الجلدي دراسة فقهية العمليات الجراحية دراسة فقهية الفحص الطبي وتطبيقاته القضائية الإجهاض وأحكامه الفقهية الأخطاء الطبية في الفقه والنظام التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب دراسة فقهية مقارنة واجبات الطبيب نحو المريض الخطاب الشرعي والفكر الحقوقي من القضايا التي يرددها بكثرة نقاد الخطاب الشرعي قولهم إن الخطاب الشرعي يهمل كليا دراسة الحقوق ولذلك فالناس تجهل حقوقها بسبب غياب الخطاب الشرعي عن البحث الحقوقي وأن عالم اليوم تتنامى فيه الدراسات الحقوقية بينما لا يزال الخطاب الشرعي المعاصر يجهل هذه الحقوق جذريا ويرددون دوما قولوا لنا بالله عليكم أين دراساتكم الشرعية حول حقوق المرأة والطفل والمتهم والعمال إلى آخره وهذه أيضا صورة غير علمية عن واقع الخطاب الشرعي فمن نماذج الدراسات الحقوقية التي نفذها باحثون الشرعيون مقارنين ذلك بالفقه الإسلامي ما يلي حقوق وواجبات المرأة في نظام الخدمة المدنية السعودي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي حقوق الزوجة في الفقه الإسلامي حقوق المرأة المتوفى عنها زوجها في الفقه الإسلامي الحقوق غير المالية الناشئة عن عقد الزواج حقوق الجنين في الفقه الإسلامي حقوق الأولاد في الفقه الإسلامي حقوق الأحداث في الإجراءات الجزائية دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي حقوق العمال وواجباتهم في الشريعة الإسلامية حقوق الجند وواجباتهم دراسة فقهية مقارنة حقوق المحامي وواجباته بحث شرعي مقارن حقوق الأجنبي وواجباته في نظام الإقامة السعودي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي حقوق المخترع دراسة فقهية مقارنة المتهم وحقوقه في الفقه الإسلامي حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية ضمانات حرية المتهم في مرحلة الاستدلال دراسة فقهية مقارنة ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي بحث شرعي مقارن حقوق المتهم في مرحلة المحاكمة دراسة فقهية مقارنة ضمانات التحقيق الجنائي مع المرأة دراسة فقهية مقارنة انتزاع الاعتراف من المتهم بالتعذيب والآثار المترتبة عليه وتطبيقاته القضائية أحكام تفتيش المساكن في نظام الإجراءات الجزائية بحث شرعي مقارن تفتيش الأشخاص في نظام الإجراءات الجزائية دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي أحكام التفتيش الجنائي بحث فقهي مقارن حقوق المدعى عليه في مجلس القضاء حقوق الجاني دراسة فقهية مقارنة بدائل السجن دراسة فقهية مقارنة التعويض عن أضرار سجن الخطأ بحث فقهي مقارن وغيرها كثير كثير جدا وحين اطلعت على هذا الكم الهائل من الدراسات والأبحاث الفقهية في موضوع الحقوق الشرعية سواء حقوق المرأة أو الطفل أو المتهم أو غيرهم شعرت بأمرين أولهما أنني شعرت بالضعف العلمي الفضيع لمن يردد مسلمات تلقاها في المجالس العامة بأنه لا يوجد بحث فقهية في مجال الحقوق والشعور الثاني الذي استولى علي هو أنني شعرت بالرثاء والأسى لمن يتوهم أن سبب ضياع حقوق الناس هو عدم وجود بحث فقهية في مجال الحقوق كم هو تحليل ساذج بكل ما تعنيه الكلمة هذه المكتبة الفقهية مكتظة بالبحوث الشرعية عن الحقوق فلماذا غابت الحقوق إذن؟ الجواب بسيط جداً لمن أراد أن يفتح عينيه على أي حال دعونا نواصل مع محاور أخرى يكثر الحديث عنها أيضاً الخطاب الشرعي والفقه السياسي يردد كثيراً المعنيون بالقضايا السياسية أن الخطاب الشرعي المعاصر لم يعالج كلياً قضايا الفقه السياسي كنظام الحكم والانتخابات والمال العام واستقلال القضاء والعلاقات الدولية ونحوها ومن أكثر ما يرددونه من المقارنات قولهم أنتم مشغولون بدار الحرب ودار الإسلام وأحكام أهل الذمة ولا تعرفون شيئاً عن قضايا الفقه السياسي الحديث وهذه أيضاً صورة غير علمية وسأعرضها هنا جزءاً من دراسات الباحثين الشرعيين في قضايا الفقه السياسي الداخلي والدولي أحكام الانتخابات في الفقه الإسلامي الحملات الانتخابية البلدية دراسة فقهية مقارنة الشورى في الشريعة الإسلامية الحكومة الإسلامية بين نظم الحكم الأخرى الرئيس الأعلى للدولة الإسلامية دراسة فقهية مقارنة تولية الإمام بين النظرية والتطبيق عبر تاريخ الإسلام السياسي طرق تولية الإمام الأعظم عند أهل السنة أركان الدولة بحث فقهي مقارن البيعة في نظام الحكم الشرعي البيعة والنص في الفقه السياسي ولاية المرأة في الفقه الإسلامي العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الفقه الإسلامي والنظم الديمقراطية دراسة مقارنة الوزارة والإمارة بحث فقهي تاريخي ضوابط التصرف في المال العام في الفقه الإسلامي الحماية الإدارية للمال العام بحث فقهي مقارن الحماية الجنائية للمال العام دراسة فقهية مقارنة مصارف بيت مال الدولة الإسلامية ضمانات العدالة في القضاء مدى استقلال السلطة القضائية في الفقه الإسلامي استقلال عضو هيئة التحقيق والادعاء العام دراسة فقهية مقارنة حقوق عضو مجلس الشورى وواجباته دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي الحريات العامة في الفقه الإسلامي التدرج في تطبيق الشريعة وعلاقته بالسياسة الشرعية العلاقات الدولية في الفقه الإسلامي البحر الإقليمي للدولة بحث فقهي مقارن بعثة التمثيل السياسي بين الشريعة والأنظمة العرف الدولي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي المقاطعة الاقتصادية وأحكامها في الفقه الإسلامي الحياد الدولي دراسة تأصيلية مقارنة التحفظ على المعاهدات الدولية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي المنازعات الدولية وتسويتها بالطرق السلمية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي التمثيل السياسي في ضوء الفقه الإسلامي معاهدات التحالف العسكري في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الدولي فقه المتغيرات في علائق الدول الإسلامية بغير المسلمين نقض المعاهدات في الفقه الإسلامي والقانون الدولي أعمال السيادة في الفقه الإسلامي أحكام اللجوء في الفقه الإسلامي والقانون الدولي حصانات وامتيازات الممثلين السياسيين في الفقه الإسلامي والقانون الدولي تسليم المطلوبين بين الدول وأحكامه في الفقه الإسلامي أحكام الأسرى في الفقه الإسلامي والنظام الوضعي قواعد الحرب بين الشريعة والقانون الخطاب الشرعي والأفكار الحديثة ومن صور النقد الشائعة أيضا قولهم عالم اليوم يموج بأنواع التيارات والأفكار والمدارس والتحولات الفكرية بينما الخطاب الشرعي لا يعرف عنها شيئا ولا يزال يصارع الجهمية والكلابية وهذا الكلام غير علمي ولا يمثل دراسة موضوعية لواقع الخطاب الشرعي فمن دراسات الخطاب الشرعية حول الأفكار والتيارات والتحولات الحديثة موقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص الشرعي نظرية المعرفة في الفلسفة الأوروبية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر نظرية الواجب الأخلاقي عند كانت دراسة ونقد مفهوم الوحي عند تأويلية المعاصرة التطبيقات المعاصرة لفلسفة الاستشفاء الشرقية دراسة عقدية البرمجة اللغوية العصبية المعربة دراسة عقدية تأثير النظريات العلمية الحديثة في الفكر التغريبي العربي المعاصر الاتجاه العقلاني لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين الانحراف العقدي في الأدب العربي المعاصر الحداثة في العالم العربي حزب البعث مبادئه وأهدافه دعوة التقريب بين الأديان دراسة عقدية اليزيدية وعلاقتها بعبادة الشيطان دراسة عقدية المدرسة العقلية الحديثة التيار الوجودي في الفكر العربي المعاصر دراسة نقدية عقدية التحولات العقدية المحمودة في صفوف الإمامية في الفترة من 1320 إلى 1420 عرض ونقد التفكير عند جماعات العنف المعاصرة عرض ونقد حديث العهد بالإسلام ومشكلاتهم دراسة عقدية موقف الصوفية من الاستعمار دراسة عقدية الحضارة الإنسانية في القرآن عوامل نموها وانحطاطها علماء الشريعة وبناء الحضارة بل لا تكاد توجد طائفة ومدرسة فكرية مشهورة ولها أثر وامتداد بوزن بن باز وهو الأب العلمي للخطاب الشرعي المعاصر أن يرد على هذه الفكرة حيث يقول رحمه الله العلماء في السعودية يعرفون مشاكل العصر وقد كتبوا فيها كثيرا وأنا منهم بحمد الله وقد كتبت في ذلك ما لا يحصى مجموع فتاوى بن باز الجزء الثامن على أي حال هناك أيضا محاور أخرى يرى نقاد الخطاب الشرعي أن الشرعيين لم يقدموا حولها أي دراسات لكن يبدو لي أنه من غير اللائق بوقت القارئ أن نواصل عرض النماذج حتى لا تتحول هذه الورقة إلى بيبليوغرافي وفي تقديري أن الباحث الموضوعي يستدل بهذه النماذج على ما سواها أعني أن الباحث الموضوعي إذا رأى أشهر ما يطرح الناقدون نقدهم حوله كقضايا الاقتصاد والقانون والحقوق والسياسة والطب والأفكار والفلسفات وأن هذه التعميمات التي أطلقوها تعكس بعدهم الكلية عن موضوع نقدهم وجهلهم الفضيع بواقع الخطاب الشرعي فإن ذلك سيورثه على الأقل تحفظا تجاه الدعاوى الأخرى ومدى صلة الخطاب الشرعي بإشكالياتها ولذلك سننتقل الآن إلى إشكالية مختلفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر